أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استمرار أجهزة الدولة كافة في تقديم التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لدخ المزيد من الاستثمارات الجديدة سواء لإقامة مصانع أو شركة جديدة أو تنفيذ خطة التوسع لمشروعات قائمة بالفعل جاء ذلك خلال قيامه بجولة في عدد من المصانع والشركات المقامة في المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر وذلك لحضور بدء تشغيل خطوط جديدة بها وفي هذا الصدد أشار مدبولي إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بدعم وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطعات المحققة للنمو الاقتصادي